ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لتنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب طبعا اليوم عودتنا للمدارس بعد انقطاع طويل دام سبعة أشهر بسبب جائحة كورونا الحمد لله رب العالمين ما قصرت وزارة التربية في أخذ الإجراءات طبعا الصباح الباكر كان هناك استقبال من لجنة نظمتها من رصة ودي السيل في قياس الحرارة وكلمة سعادة الوزير اليوم عبر برنامج تيمز أثلجت صدورنا بمناسبة يوم المعلم وكان دائم وحافظ لنا لاستمرار في هذه العملية قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا طبعا انطلاقا من هذه الشعور بالمسؤولية من لدن المعلمين والجهات التعليمية في البلد دفض جميع المعلمين والمعلمات والكادر التعليمي من أجل إكمال هذه الرسالة باستخدام جميع وسائل التواصل لذلك نشكر جميع الجهات في البلد على تقديم التسهيلات والمبادرات لإكمام وإتمام العملية التعليمية وكل عام وانتوا بخير وأكد الوزير أن عودة الدراسة هذا العام في ظل استمرار الأوضاع الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا تستدعي بذل المزيد من الجهد لمواصلة المسيرة ومواجهة التحديات لتأمين استمرارية التعليم سواء من خلال آلية التعلم الإلكتروني أو تمكين الطلبة الذين يرغب أولياء أمورهم في تلقي تعليمهم الصفي في المدارس من تحقيق هذه الرغبة مع تأمين الاحترازات الصحية كانت تحفيز حق المعلمين وتعليم المعلمين تدريبهم للفترة القادمة إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله للبحرين التقدم في مجال التقاني وهذه فرصة ذهبية ناقلة نوعية للمعلمين والطلاب كل يوم هو يوم للمعلم وليس هناك يوم محدد له فالمعلم هو قائد قائد للمجتمع قائد للأبناء قائد للجيل القادم لذا نجد بأن المركب التعليم لم يتوقف أثناء جائحة كورونا بل واصلنا بعزم واصلنا باجتهاد لنصل بطلبتنا إلى بر الأمان في النهاية فكل عام وكل المعلمين بخير وأشار الوزير إلى أنه تم في الفصل الدراسي السابق تغطية الدروس المقررة بالاستفادة من البوابة التعليمية ومن المحتوى التعليمي الرقمي والدروس المتلفزة مؤكدا أن الوزارة ستستمر في توظيف آليات التعلم عن بعد مع الحرص على تطوير هذه التجربة وتفعيل آلياتها وأكد الوزير أن الوزارة قد دأبت على النهوض بمهنة التعليم وإتاحة الفرص المواتية للمعلمين لتحقيق النمو الذاتي عبر التدريب والتمهين وتوفير أفضل الظروف المواتية للإبداع والعطاء حتى يصبح التعليم مهنة ذات مواصفات عالية وحتى يستشعر المعلم الثقة في النفس ويزداد عطائه التربوي كما ونوعا وقال إن الوزارة ماضية في جهودها المستمرة لتحسين أوضاع المعلمين وإلائهم المكانة الرفيعة التي يستحقونها وتمكينهم بشتى السبل لخدمة مجتمعهم وتنميته والمشاركة في بنائه وازدهاره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر